السلام عليكم احبتي متابعي قناة كارتشو اهلونا سهلا بكم في هذا الدرس من دروس تعلم الانمي استوديو. اليوم راح نجيب لنا صورة ونحركها بحركة راقصة يا الله ان شاء الله تنجح العملية. اه طبعا راح نشتغل بالفوتو شوب ونشتغل بالانمي استوديو. راح نقل له اول راح نجيب لنا صورة من الصور اللي احنا ما اخذينها من الانترنت. لان هاي الصورة مو صورة مو تشكيل لنا. هاي الصورة راح ناخدها. وراح نقطعها. يعني لابد ان نقطعها. يعني نقطعها تقطيع. عس هذه الصورة. راح نفتح العيرات ونحاول ان نقطع اه نقطع الصورة. نقطع. راح نقطع اولا. خل نقطع الودي. نقطع الودي. هذا الودي راح نقطعها. راح نقطع الودي والقطع لازم يكون يعني بتأني مو استعجال بي. حتى تطلع الصورة. اوكي. لاحظ الآن اصعدت فوق. لسبب. يعني حتى. هذي. هسه. بس خلي برنامج الفوتوشوب ياخذ. هسه راح نقل له كوبي. نفتح العير جديد. احنا هذى الدرس انطيناه. ونسميها. هذي نسميها بودي. سميها بودي. هذي بودي. هذي بودي. ونقل له كونترول بي. او منا نقل له بيست. هسه لسقط هذي. اذا تلاحظ. هسه لسقط. او لسقط. هذا. هذا. اذا تلاحظ. فقط. يصير تعديل. احنا اكو اسود. ناخذ اللون. مال الوجه. ونعدل. الفرشات. الفرشات احنا فقط. نعدل الشغلة بسيطة. او كل بس. هذا خلاص. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذي بوادي. احنا ما اخذنا هاي الليد. ولا اخذنا هاي الرجل. لان راح نشتغلها شغل احنا كثاني. الفم ما اخذناه لان ما نريد نسوي حركة بالفم هسه راح نقله save als نسعيبه عادي يعني نسمي بوي يلا هاي نسمي بوي على الديسكتوب راح اوكي يجي للانمي ستوديو هذا الانمي ستوديو اللي هو هذا راح نلغيه هسه نقله اميج نقله اميج ونجيبها نلقاها بي اس دي اسمه بوي هذا هو بي اس دي بوي قبل اكليك عليه راح يقل انه تريده كومبوزايت لغو تريده اش اسمه انا ما نريده نجيبه كلايرات هذا جبناه كلايرات هسه كل لاير موجود احنا الايد هذه الايد راح نسويها اثنين انا انا نشاء. هذه اثنين. صار اثنين همعنا. ها ها هسه هذا الاثنين وهذا الاثنين الرجل نسويه اثنين. الرجل اثنين نسويها اثنين. احنا سويناها واحدة. هذا الاثنين. هذا نخليه الوحل هن نسميه هن دعونيها لنسميها خلنا مجلد هيا وهذا اللي لازم şu خلى هيا نسميها نسميها الright leg هذا الاني right leg وين هن? عندما هن هنه ذني راح نجيبهن هنا نخليهن راح نخليهن هنا وندور نسوي لهم التدوير هذا الاني التدوير هذا الاني صار هنا هذا اللف هذا اللف هذا اللف عن الرجل هذا اليد هذا اليد هاي وحدة هاي وحدة نسميها ليفت هاند هذا الني وذني رايت هاند لازم انسي اذا ما تضبط الشغل ما راح يصير عندك ما يصير عندك الشغل العادل رايت هاند يعني اذا ما تضبطين بلايرات وتخليين كل واحدة الواحدين يعني هنه مو سهلات هاي هاله هو اليد الثانية نسويها نقلبها قلب نقلبها قلب قلبناها منها احنا قلبناها منها هذا الراس موجود وآلا منها بس هاي الصورة نشيلها اللي هي هاي صارت عندنا هاي اذا تلاحظها هاي بس هاي نجي للإيد هذا الإيد هاي وحدة هاي وحدة هاي وحدة ندخلها للأسفل واحد ثاني واحد ثاني والشي اسمي نفس الشي بالنسبة للساق اذا بيها تعديل لان هي بيها تعديل هذه عدلت نعدلت ليسوي نانيج حتى نخلي العظام لازم نسوي العظام بس هذا اب نلاقي الثانيا نعدلها هادلها هاي هاي شخصية الولد هذه شخصية الولد صارت عندنا شخصية هذا اللاير ما البي اس دي راح نحوله الى بون نسوي له كونفرت وبون سوينا له كونفرت وبون راح سير بيعظام راح سير بيعظام نظيف نضيف عظمة رئيسية للبطن للجسم وعظمة للرأس نأشيرها نجي لعظمة الجسم نأشيرها ونجي للإيد وهذه وحدة عظمة عظمتية لأننا نحن سويناها نتقسيم اثنيا نجي لعظمة الجسم مرة ثانية نرجع حتى نربط هذه عظمة وهذه عظمة يعني أنتم لازم تعرفون بين أكدر السابق للعظام السهالي أشرناها نجي للساق هاي وحدة وآية ثانية نجي أيضا نحن نريد نربط وهذا عظمة وحدة وآية ثانية خلصتها نحن نشوف المؤثر مالتي ونقلل عنهم نقلل عنهم زي إذا تلاحظ إذا نريد نحرك نحرك تتحرك ها لعني يتحرك لاحظ تحرك كل شي يتحرك كل شي يتحرك بس تحركه مو مضموط ايش نسوي هسا الرأس اختارينا الرأس نيجي هنا الليرات ها للرأس ونيجي إلى ونقل خلص هسا الرأس يتحرك بدون أي مشكلة لاحظ هسا نيجي للبودي نضغط على البودي ونيجي للبوون ونقل له نقل لأيوز سيلك فور فكس ها لنه هسا البودي أوكي هسا الرأس يتحرك بدون البودي يتحرك ويا نيجي للإيدين الثنين ها لأيد هذي هذن هذن الثنين هن راح نختار 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 واحدة وحدة هذي هذي لاحظة نختار العظمة مالته وندوس عليها ونفس الشي نقل له نفس الشي نيجي للثانية ندوس على العظمة ونقل له نجي هذي نلاحظ ندوس على العظمة ونفس الشي يعني عملية تريد لها صبر وتريد لها شغل مو شغل مال دقائق يعني نيجي للساق هذي الساق وين الساق هذي اللي هي نقشر مقشرين احنا عليها ونقلبون نفس الشي هاي بالنسبة للصورة انا بالنسبة لي ما افضل الصورة نشتغل عليها لان الصورة ما جاي ما تأدي الغرض للريدة احنا الرسم رسم افضل يعني رسم يطلع نتائج نتائج مذهلة يعني هاي الشغلات الجاي يشتغلوها كلها يشتغلوها بواسطة الرسم بدون الرسم ما يطلع شي هذي يعني شغلات بسيطة يعني شغلات بداية مثل ما تقول هسا اذا تلاحظ الرجلية اوكي هسا نريد الرقصة اشنون راح الرقصة الرقصة بطريقة يعني اما نسوي نجيب لنا موسيقى واحنا نظل نحرك بي نجيب لنا موسيقى واحنا نحرك بي يعني هسا مثلا نخلي هاي الصفر الرقم واحد نجيب لنا موسيقى لنا موسيقى هذا نخلي اذا اطلاح هذا نخلي كلهن تو سويش لازم بس مار هذا ان كلهن الايد والرجل وهي كلهن اكو طريقة ان يتحول الى سويش يعني هذا الايد تتحول على عدة ايدين الايد الثانية الثالفة بس احنا راح ننزل موسيقى واحنا نحرك عليها خنشوف اذا اكون موسيقى نقل اوديو نروح للموسيقى وين عندي موسيقى دائما احرص على ان تكون موسيقى موسيقى مجانية ما ادري عندي هات خنشوف هاي شنه خننحفظ المشروع حالي لا يروح سيف على صفحة المكتوب يبقى لازم تحفظ مشروعك لان يروح اوكي نخلي هذا على مئة وعشرين فقط هنا يصير التحريك تحريك عادي يعني هس راح احرك هنا اضغط على هاي التحريك يكون بهذه اعلمية التحريك اضغط بس افعل هذي اوتو فريز افعلها افعلها يعني اخليها تفعيل اوتو فريز هذي او كونترول اف الغط هسي فعلناها هسي اريد اخلي يفرغ حرق يدوي حرق يدوي حرق حرق يدوي هاي احنا هاي ما نفعلها لا حرق ما نفعلها الرأس نفعلها حرق يدوي كل اربعة خمس فريمات تحريك العادي تحريك العادي لا تلاحظ هاي لازم يصير للامام وهي احنا ما مسوين هاي هنا احنا مسوين منها يعني هذي طريقة عادية يعني لازم شي تسوي لازم تسوي هن كل وحدة شوف لاحظ سان جاي تسوي يعني هي هذي شغلة ع الذائقة يعني مو مو تعال و ع الذائقة يعني شي تري تسوي لاحظ اني انا جاي كونترول اف ادوس واجه ستة وثلاثين ارفع وارفع اليدين اذا واحد ارفع ارفع اليدين ارفع اليد ونزل هذي ونزل هاي وخلي حس نحر هس لاحظ ها هس هس ها راح ناخذ اندن ننقله نفس الحركة ناخذ ننقله كوبي نيجح ننقله بيست العملية يعني ما راد لها كل شي تحرك هاي تقل بيست هس خنشوف اجي اريد اغير بالحركة بشي ارفع ارفع الساق وارفع الساق ونزل اجي هنا سوي تدوير وسوي دفع تدوير اجي هنا سوي دفع وسوي تدوير وسوي لليد تدوير والراس والرجل والرجل الثانية اجي هنا اجي هنا اجي هنا كونترول اف واجه اجي هنا سوي لها تدوير واخدها ادفع ادفع اهنا وهذا الرجل وهذا يصير هيت وهي يصير هيت تدوير ادفع 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 يعني هي هذي هذي الطريقة يعني اه هاي الطريقة غير هذي ممكن تصير هذني كلهن ذني كلهن يصيرا عبارة عن اه سويش سويش تحركا بسويش الايد تتحرك شوية شوية الى ان تصيرها بطريقة هذي هي طريقة التحريك تحريك الشخصية تحريك هوية الموسيقى يعني تحريك سويش شلون يعني تجيب الموسيقى اوديو وتسويها شلون طريقتنا من نقل اوديو وناخذ الملف طريقة تركيب الصوت على الفم تصير تركيب الصوت على الاجزاء الجسم تصير هذي هالطريقة السل المهم هي هاي الطريقة هاي الطريقة المبسطة بالنسبة لصورة تقدر تستخدمها سيدا اريد انشيل هذي خليها شوي تخلي لك خلفية تخلي لك شي اوكي هذه هي الطريقة نترككم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة